تهريب عبودية تجنيد للأطفال عمالة قسرية والتجار بالجنس خلاصة تقرير أمريكي وضعت فيه اليمن مع الصومال وليبيا كدول تمارس للتجار بالبشر تجنيد الأطفال بحسب التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية تورطت فيه جميع الأطراف فالأطفال المجندون لا يتجاوز بعضهم سن العاشرة بلغ عددهم خلال العام الماضي 168 طفلا ويستخدم الحوثيون الأطفال كجنود يرتدون الزي العسكري وفي نقاط التفتيش وبنظر الخارجية الأمريكية فإن اليمن الذي يعد ممر للعمالة القسرية أضحى نقطة عبور للتجارة الجنسية التي تشكل خطرا على الأطفال والنساء خصوصا الذين يعملون قسريا في المنازل في صنع أو عدن حيث وثق التقرير أكثر من مليون طفل يمني ضمن العمالة القسرية بينما أكد التقرير تورط مسؤوليين أمنيين وتجار يمنيين في استغلال الأطفال والنساء في التجارة الجنسية كما اتهم التقرير إجبار لاجئات على ممارسة الدعارة في عدن ولحج يوضح التقرير الأمريكي أن عصابات يمنية وسعودية قامت بعمليات نقل الأطفال إلى السعودية عبر اليمن كما أن جماعات تهريب بنت مخيمات للتجارة بالبشر قرب مدينة حرض والأخطر هو ما يقوله التقرير عن استغلال فتيات بعمر الخامسة عشر للعمل جنسيا في الفنادق في عدة مدن يمنية دخلت اليمن إذن عهد الاتجار بالبشر وهي تجارة ضحاياها الأطفال والنساء تورط بها حسب التقرير الأمريكي إماراتيون وسعوديون بحماية لوجستية من جهات أمنية يمنية وبفضل هذه التجارة أضحت اليمن ضمن الحالات الحرجة أمريكيا وهي حالة تعني أن اليمن باتت مقلقة للغاية